السلام عليكم أنا سميتي عبد الغني وبغيت نمرر واحد تحية لأي بنت في العالم خصوصا في المغرب البنت اللي محافظة على شرفها ومحافظة على رأسها والأصالة ديالها ومحتار ما شخصيتها ومحتار ما الأنوت اللي فيها تحية لكم من هاد المينبار هذا والله يعز بنات الأصل والله يعز لائلات الأصل والله يعز أي بنت محافظة على رأسها نديلكم هذه المقدمة باش نبدأوا القصة ديالي إن شاء الله ومعنى لا يكون تغلط ويقول لك أنتما تشبهوا غير بنات الخائبات نحن نمجد واحد تحية لأن بنات الأصل كائنين وكائنين خسناخين عارفوا نقلبه وفين مشون نقلبه عليهم ما علينا عبد الغني واحد الإنسان طبيعي كبرت في واحد العائلة كانوا يملكون خوتي دراري وجوج خوتي بنات وكنت أنا يومي وسط عني بناته كاملين كنت أنا يومي وسط عني والوالد ديالي وواليدة ديالي كان شكرا بزاف كبرونا أحسن في أحسن الظروف قرعونا أخوتي بجوج تزوجوا دعوهم رجالاتهم على برا أخوتي خدموا هنا في البلاد وأنا سهل لأي صدر ببي وخدمت مع واحد الشركة وبي خير علي الحمد لله تدرت علاقات مع بنات علاقات لكي لا يمشي الإنسان غالط علاقات لكي نتعرف على بنت لأننا كنت ذاك الساعة يجب أن نزوج فوقي نقوم بحق ونحن بالدحياتين نقوم باقي نقوم بحق وفرش نرى مخططة وماذا هذا ونحن نتبع لهم وكنت كنت من عمل علاقات مع أبناء ولكن لما كانت عندي ثقافة وأنت ونحن نفهم هذا ونحن نفهم هذا ونحن نفهم ونعرف هذا أنا لم يكن نحن نفعل كثيرا في هذا الموضوع بالنسبة لي الزواثرة تتعرف الإنسان حتى تجمعك ماسق في واحده حتى يعرف هذا الإنسان في ذاكرة رحلة البحثي كنت تلقيت مع أحد البنت سمي واحداً تلقيت مع هذه البنت ومالذي قد تعرفت على أحد البنت قلت أرى أولي كانت تنوصيك كيف يقولون سبق الجار قبل الدار سبق المعرفة أرى الأصل أرى هذه البنت وعرف عائلتها وعرف فين ساكنها وقلت صافر أنا أطور سأقوم بالأسئلة قلت نظر على هذه البنت دوزنا الشهر الأول باكفين خدام هادي عائلتكم هادي شهر الأول شهر الثاني شهر الثالث شهر الرابع كل شيء يجب أن تعرفنا عرفت على الوالدة قلت لي أن أرى الوالدة وأنهم يجب أن نخطبهم لأنهم تتقوم بالأسئلة وأنهم أنهم يجب أن تتقوم بالأسئلة وأنهم يجب أن تتقوم بالأسئلة محترمة في الأفكار و محترمة في الأضراء يعني تقول هاديره حتى نقول لك الزمن بين الألافات اللي بنات يعني اردت السيدة اللي عمرها أضعر ما علينا أنا زع ما قلت لك 8 شهور أو الضغر نعرف السيدة نعرف السيدة فشكت فكار وماذا أنت رسيب الزواج ووشغيش بالزواج ووصولتها واسئلة شنو الزواج بالنسبة لك شنو هذه ما علينا كانت على هذه الساعة كنت موجود دار مفرشها مقعدها كل شيء وهادك لا نريد أن نصبق العساء قبل الغنم تعفقنا على نهار الخطوبة ديت الوالد والوالدة والأخوتي وكانت واحدة من أخواتي كانت جاسباً برا في ذلك الوقت اللي قمنا بمشينا عندهم ديتنا خطيب الطموبيل قمنا بمشينا لدينا ذلك القصة مصيدة ربي قلصنا أمه و ولكن واحد الحاجة اللي لاحظنا أمه واباها ما عندهم مش واحد الري هي كانت هي الكبيرة في أخواتاتها وما عندهم غير البنات كانت هي وجوج دي اللي بنات وهي اللي عندها الري اللي كتعضر و اللي كتتحكم واباها ومات يقول لك هي يا راه ده بنتو مالله سهل عليكم أولدي واباها مسكين درويش وما درويش قلت قلت لكم قلتنا إلا البنتي لا قابل البنت منزيدكم غير خير والباراقة وهي ده باشنو وما عندهم من اللي كنا نعرفهم كتتخطب البنت ما كتتخطب البنت مكتتخطب تقل صغير الناس الكبار تتخطب البنت يقول لك لا هي قال سمعنا قال سمعنا وتعضر وتناقش وانتي وخالتي ووالديها ما تتعضرهش الوالدة اللي ردت البال أنا ما ماني خطبت ما عافشوا دكشي كيفش يدوز ما لينه ابقى تكتخطب انت خالتي واذكر على الرسول عين وانتي ورا هضرنا اناوية في هذا الموضوع وتنتفهم بزاف دي الحوايج وما يكون غير خير ان شاء الله بحلها بحلها هذا الشيء اللي فهمت الوالدة أنا بالنسبة لي غي حب تنشوفها كتهضر وعينيها كي يكبروه قلبيتي يضربتون شو كتبغيني شو ولكن رامي اللي عندها الإكسبرينس اللي شافت شو واقع في دك في دك البيت وفهمت بزاف دي الحوايج ولكن أنا راسق عصح سألنا هذا الشيء خرجنا في حالاتنا في الطاوموبيل قلت لي يا والدي راماويتش نهضر معك دابعنا مجموعين من اللي غنوصلوها جيد دخولو اللي بيت نهنرها نويةك ومن اللي بيت قلسنا قلت لي يا شوف أولدي أنا نهضر معك عضرة دي المعقول تزوجها راما عجبانيش قلت لي يا لاشي الوالدة شنو بالك قلت لي يا شوف البنت البنت من اللي دخل نوية قلسة وغيه هيليك تهضر وليديها مساكن داخلين سوقراسهم قلت لي يا لاشي الوالدة شوش يقولوا لي دارتها البنت هيلي أشوف البنت فيها شوية العياقة والسلطة وغيرت قدرت تلقى مهاشي مشكلة بنت ليها نادية اللي كانت توقع لك تتحكم فيهم وبنت ليها متحمسة انها تزوج بك وشي حاجة تماولي لان اللي كان عرف من اللي ينجو الخطبول بنت ما تكون بشكل مهاشي طويلة ونشوفها كانشوفها دارة شرعية في حالتها. اما ايه جاية ويليك اتعضار وانا ولدك وانا اتشي كامل اولدي. ضبر راسك وانا اتعضرت معك. قلت اسمعها ورغي يشوفها شوية الافونس وطايقة في راسها وكتعف اتعضار وقيت كان قناع فيها. قلت يشوف اتعضار معك. انا قلت لك ما هو الرأي دي قدتيني الخطب لك. مشيت وحطيت بجهة وقلتنا نوبك واختك وتناظره وكانت الاجواء زوينة. انا قلت لك الرأي دي قلت لك ولدي. مهم ذلك شيء كامل يبقى عليك انتك. قلت لك صافي ما يكون غير خير عند البالوالدة. ماشي. خدت منها موقف. ولا مرتحت لها. غيية ذلك الحركات اللي درت تعطيها واحد الاحاقات على كيف اشغل تكون معي في الحياة الزوجية. وبغى تنصحني كولدها. قلت لنا. جاء الوقت دي العرز داك شي لقص مسدر بي. كل شي دايز مزيان. كل شي دايز بي خير. البنت بالبكرة ديالها ما كان لها داك. استيناعي وانا ما كان فهمش في داك شي. البنت بي خير. الدم. العيبات. كل شي دايز مزيان. يعني بلما ما قاموا ندخلو بزاف التفاصيل. كل شي دايز مزيان. دخلنا لحياة الزوجية. البنت من قطيب خلق الله. كتجي عدنا للدار. الوالدة ما كتجي عنديك كتصلا فيها. كتبا تحطها في قراصها. وكتعامل غي زوين 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 كتتعامل مزيان. مع الوالدة مع أخوتاتي. مع مراج بدأت لعيب. الوالدة ديك السعام اللي شافتها كتصرفها كتت يا وودي. شغن قولك سمحلية داك النهار نويتها فيها. غالطة. ولا ما فهمتش داك شي دارت سمحلية. ما البنت تتعامل معنا مزيان. ومن اللي كتجي عدنا. كتر حبينا. وكت. الله زعماء والدي غي سمحلي يا ولات عندها واحد علاقة زوينة بالوالدة ديالي. ولكن من اللي غا تولد لما دام. هنا فين غايب دا كل شي. ما لينا. حملات البنية ، كل شيء يزال مزيان ، فرح إيشال ... الحمد لله ، الكثيراً ان تكون مجوج و تولد قبل أن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت发ب بأن أعرف أن أصابت على ذلك لم تتتتتتتتتتتتتتتتاً وكما تتتتتتتتتتتت en RICHARD وكما تتتتتتتتتتتتتتت المتwolves قبل أن تتتتتتتتتتتتتتتتتتت لعملتك و박سك أنت تتتتتت أن تتتتتتت practitioners و احد رجولة بل انت طبيعي و لا لديك مشكلة يجب ان احساس جيدة من المرأة حملت حملت المرأة و ادوزت ذلك الوحمد و خرجتها مني و حملت و حملت و حملت لي الشيء الذي يكون ذلك الطوبة في السطح و ترش عليه الماء هذا الطوبة ذلك الريحة دياله و تبغي تأكله تبغي تأكل ضروري نطلع للسطح و نجيب له الياجور و نقب عليه الماء و نعطيه له و تغزه ما له ما له ما له له همت و توحمته على اذيك الرملامي كتب عليها الماخ ستقضح من هذه الريحة و توقف الجير و قلت له انت ستخرج لي الياجور بصباق من هذه الكرشة و القينا بل الار عنده وليات و الصحة جيدة و كل شيء يزم جيد و قلت له من اللي انت ستبغي تولدي و سترى طبيب و قلت له أنت أولد بالفتيح و لا أريد أن أولد بولادة طبيعية قلت له يجزك بأخير لا يصبح في الوقت اللي كانت ستبغي تولد فيه لم يكن لدي الفلوس لفتح كانت 7000 و 8000 درم 140 ريال قلت لها ولدي ولادة طبيعية خلي الولدي خرج طبيعي وانتي اصلا غير زورك في فكر شك ودك الشي وقيت كن خلعها شي شوية بشأنها تولد طبيعي وهي رقال عندها سبب علش أنها ما بغتش ولد ما بغتش ولد بالسيزاريان ما بغتش ولد طبيعي بغتش ولد بالسيزاريان عندها سبب للطبيبة ما علينا قلت لها الوقت كانت أمي أو أمي بدأت تغوية بدأت تنجر الدينالا كلينيك هذه حقامة حقارة بغتش ولد رقصة قلت لهم انا ربعتني أولد بسيزاريان قلت لهم مراتي تولد طبيعي بغت مراتي تولد طبيعي ما عرفتش انا ما كان فهمش في الطبيب ودك شي لكن ما عرفتش لماذا اصممت انها تولد طبيعي بحالة ما عرفتش صممت انها تولد طبيعي قلت سيزاريان عملي خفت تلات وقعش حاجة لولده قلت لها لا تولد طبيعي ودخلوها وولدوها طبيعي ولدات السيدة ولداتها طبيبة اللي ولداتها كل شي داز مزيان كل شي بيخير ولكن من اللي ولدات المادة مخرجات الطبيبة قلت يا سيدي بيتنظر معك قلت لها مرحبا قلت لها قلت لها قلت لها بيخير اللي رأى الود في صحة مزيانة المراراتها في صحة مستقرة وولداتها مزيانة وطبارك الله السيدة شدت في راسها قلت لها بيخير قلت لها بيخير لانه كان لديها مشكلة نعطيكم ما فين تمشي وتعالى جواد المشكلة قلت لها حاشاكم وحاشا السامعين لان هذا يبقى طيب وعلم يجبنا نعرفه كاملين قلت لها المدام ديالك في الدبور ديالها كانت تولد لاحظات قلت لها في الدبور ديالها يعني في ماشي طبيعي يكما عندها الباسر يكما عندها شي مشكلة ولكن هاداك الحالة اللي لقيناها ليشتاء انا بعينيه فاشكت كان دين العملية ديال الولادة ما جاتنيش طبيعي لانه كان كبير وكان من فوق رخصكم ضروري تشوفوا الطبيب لان ذاك الحالة تقدر تتفاقم وتقدر تدلكم شي مشكلة في المستقبل انا تخلعت ما فهمت ذاك الشي اللي قتيا تشوف سأعطيك واحد طبيب اختصاصي سأمشي عنده وضع المادام ديالك ان ذاك الشي اللي عنده ماشي طبيعي نهائيا ماشي طبيعي ما علينا خرجات المادام تسنيتها توقفت على الرجليها سالة النفاس ديالها ودرنا السبوع ودرنا كل شي كل شي دازم زيان صعب يمشون الناس في حالاتهم لا اخذ لي ديال السبوع قسمها قلت لها المرأة قلت لها اللي شي سكي بي خير وش عندك شي مشكلة في الضبور ديالك وش عندك شي مشكلة فيه تلك وقعلك مشكلة لباسر قلت لي قلت لها اللي شي مشكلة ما في خبار هاش رأى دراس معي الطبيب وزات تهاب الكذوب يعني هنا تأكدت لي بلي هنا شي حاجة طبيعية قلت لها ما عندي شي مشكلة انا رأي مع الولادة واقي ومع ذلك الزيار وذلك الشي وذلك الشي تنفخي ما عرفتنيش على أشكا نظار قلت لها صعب يمشي مشكلة انا بغيت نشوف ذلك الشي اللي كانت تماما قلت لها كيف بغيت تشوف ما رأيت تشوف غير ذلك البلاسة قلت لها الجمال كامل انا بغيت تشوف غير ذلك البلاسة قلت لها انا مطلبت منك والودة بأنا يا غير بغيت نشوفه صعفي فعلا انا فاش ورعتني ذاك شي ايش انا نقول لكم بحل شي شفنجة مو صغارة شفنجة شكل يال شفنجة مو صغارة يعني ذاك شي ماشي طبيعي ماشي طبيعي قلت لها خسنا مشو نشوف الطبيب قلت لها وانا رأى ما بغيتش نشوف الطبيب وانا رأى ما عندي والو ما عمني شكيت عليكم كنت من المشي تجcharي قلت لها بي ادوات طبيب اخيرا لما بغيتش نشوف الطبيب لانا خبيان هي شي شي ماجهة هداك ماشي طبيعي انا عزرة معي الطبيبة وشدك شبعيني تأكدوا قلت لها انتوه عن طبيب ايها تلقى لك شي حاجة في المستقبل انا اخطني الرقم في الحالة الصحية يا والو تلقى لك انتوه عن طبيب قلت لها انا انتوه تليع لي المحل نغير معك شي يحل. بقيت عليها. بقيت عليها. بقيت عليها. تنديتها عن الطبيب. مشينا عند ذلك الطبيب. السلام عليكم. عليكم السلام. قلت لها شنو كين. اشنو كين. قلت لي واش من فضلك طبيبات اللي يتقلب على ذلك البلاطسة حساسة وذلك شيء. وما بغيش ان نشوف راجل اخر هو انت طبيب والعلم ونتعفق معك. ما قل ليها انت. وانت كنت مشي عند واحد طبيبة. اي رغي احد انا هنا في الشارع الاخرى اي رغي تقدر تدلك المعينة ديالها. معلينة اعطاني هذيك الطبيبة. مشيت لها. قلت لها شنو كين. اشنو كين. رأي سيفت لها عندك الطبيبة اللي كانت في الكلينيك الفلان فلاني. رأي من اللي كانت تولد لي المرة. رأي لحظات بليل ما دام عندها شي مشكلة في الضبور ديالها. وانا بغيت تقدري لها الفحص تشوفي وش عندها شي مشكلة للباسر ولا عندها شي مشكلة كده. معلينة. انا جريت الطبيبة. ادارت تحول علي كلها. لأوجد هذا كل ماgranرت bokاني. لم اقول علي مشكلة للطبيبة. رأي من التحضير كنت ألا تضعينه لمثال فيما لديك فعله فعلا ، قدرت لها الفحصات ، خرج هاداه جلسنا انا ولمادام ، قالت لي ولمشاهدة لا يوجد زيارة لا فأنت أي شيئ جدا ، هذا ستعرف بشكل طريط موضوع أظهر طريط موضوع هذا الطريط موضوع يثبتها امتصر بشكل طريط موضوع ما هذا الطريط موضوع لأن هذا الطريط موضوع فقد كتبت لي موضوعا وكتبت لي صرف يوم سحقاً ساحر جميلة ونعمل ناحية دار وانا نعيط لطبيبهم. قلت لارا لقيت فلوردونونس وعيط لي احدى النمرة ديالك. قلت ليك لا بس قلت لي اشوف غنى ضرماك. غنى ضرماك. وتصمت ليه مزيان. قلت لي يا راه مراتك هادك الشي اللي عندها ناتج عن عمليات جنسية متكررة. من الضبور ديالها. قلت لي يا راه ماشي ما عندهش الباسر. وما عندهش عنده واحد عنده واحد المشكيل. هو انها كنت تمارس من الضبور ديالها. قلت له صافة والسادة. قلت له شكرا بزاف اللي يخطيك على هاد المعلومة واش نتي متأكدة. قلت لي انا راه درت لها الفحص بالصادة. ودرت لها الفحص بسبعي. وبالماتريال ديالي. ورقيت باللي فريمو احتنا اختصاص ديالي هادك. ولقيت باللي بالصح عندها هاد المشكيل هاد. قلت لي موما نادرت معك. وانا نقدر نكتب لك شي ورقة. قلت دل على ان السيدة كتعي من هاد المشكيل هاد. ما يعينا ريحت انا والمادام انا شديت في خاطره معك انبغيها. وبغيتها عن حب. والسيدة كنت تتعامل معنا مزيان. وبالزاف ديالها واش قلت تانو اياك. قلت لها السيدة بتنعضر معك في واحد القادية. قلت لها قبل ما تاخديني انا. شنو كنت تتدري في الحياة. قلت لي اياك عادي. كنت قلت لها مع دارنا. كنت تخدامها. فش كنت تخدامها. قلت لها في واحد القهوة كلاسي. يعني كنت كنت سربية سرباية. وكنت تعاوني معمولين الدار ودكش. مزيان. ما كنتش تتدري شي حاش اخرى. قلت لي لا مش شاش. قلت لها كنت تدخل وتخرج في العضراء. قلت لها كنت تمارسي. قلت لي اه كنت كان معارس وقد إذا هو وانا ه مش شاش و ه انا ه ف حفظ على شرافي Inner law. قلت علي بالبحث والبكوات وانا كنت كانت تتذير ونقف움 و انت دنيا مزيرة. ليس في اليسو minuscidi. التي كانت أغفر تشريرا تالا. وهذا لك تنجوز يشو ؟ ما الذي أريد أن أعيدك أزعت حويجة بالبكاوات و ذلك الشيو و مشتل دارهم عشر أيام و أنا لم أكن أظهر معه لم أكن قلت لك أي شيء هذا لم أكن قلت لك هذا هذا السر لم أخرجته و بقيت غيبيني وبين راسي و لم أسمح لها و لم أسمح لها و لكن لماذا كذبت عليها و لكن لماذا كده و بقيت أن أفكر أن أصدقائها و أنا أتجوشت و ذلك غيبيني و أنا قمت بقيت أن أصدقائها و جميلها كذبت عليه و نعرف و كانت ضرب مع ناسي و عاشت وتعيد و عييت و أسمحت له و عيت في حالة أنا و بقيت كتباتي و تسبب فرصي و أسمحي و احبت له و كنت أعرف لأك قمت بأن أتجوش بو إنا و عيت و قمت با عغلتي و كنت أصدقائها و كنت أصدقائها و كنت أعميم لك بقيت معها و كنت مقلقة على هذا العام من الأول كبير الدري كبرناه ما كان يبينوش للدري قابل إحنا نرى مدابزين متان تغاوتوش قابل راتل مؤخرا نديتن تعيش مع الأمر و بديتن مع التعامل دياله كان زوين و كان بغيها و وسمحت لها لوجه لوجه لحبه ولوجه لولده ولوجه دكشي كان في الماضي وما نقدرش أن نعقب على الماضي ديالها ودبا إحنا نرى بإخير لنا و غادي مع الوقت وكان شكركم بزاف على الاستماع وكانت هذه القصة ديالي ويارب تكون فيها شيء إفادة ولا شيء استفادة كان شكركم بزاف على الاستماع اشتركوا في القناة